كان تحريم مكة وتحريم هذا الحرم في هذه البقعة مكتوبا عند الله في اللوحة المحفوظ قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق إبراهيم وقبل أن يرحل إبراهيم من الشام إلى مكان البيت قبل أن يأخذ معه ولده إسماعيل كانت مكانا مغفرا موحشا بواد غير ذي زرع ولا ضرع ولا أنيس كان في ذلك المكان ابتلاء عظيم للخليل عليه السلام في ولده الذي ما جاء إلا على حين كبر من سنه وبعد انتظار طويل جدا جدا ليؤمر إبراهيم بترك إسماعيل الرضيع وهاجر وحدهما في المكان الموحش المقفر ويولي ظهره ويمشي وهاجر تقول إلى من تتركنا ولا يجيب تقول له آ الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا تولى إبراهيم حتى إذا ابتعد بحيث لا يرونه دع الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق أهلهم من الثمرات جاءت قبائل العرب جاءت جرهم وغيرها جاءت أفئدة من الناس ونبعت زمزم وجاء من حولها من قريب وبعيد يريد الإقامة فيها في ماء والماء جعل الله منه كل شيء حي وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فكان بلدا فعلا وعمر ونراه الآن يتسع ولزال يتسع قال إبراهيم بعد أن جاء وعمر شيء من البلد وصار بلد فعلا قال رب اجعل هذا البلد آمنا هذا الفرق بين دعوة رب اجعل هذا بلدا ورب اجعل هذا البلد فيه في القرآن دعوتان للخليل رب اجعل هذا بلدا آمنا ما كان فيه بلد أصلا فحصل وأجاب الله دعاءه وصار بلدا آمنا لما عمر وجاء إبراهيم مرة أخرى قال رب اجعل هذا البلد بعد ما نشأ البلد هذا البلد آمنا دعوة أخرى بالأمان وهكذا لما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ما في طعام قال وارزقهم من الثمرات وجاءت الثمرات ولا زالت الثمرات تأتي إلى مكة حتى الآن فإذا لاحظوا يا إخواني إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا جعله الله بلدا قال اجعل هذا البلد آمنا جعله آمنا وهذا هو الأعم الأغلب من حال مكة لو حصلت أشياء فاستثنائية لكن ما هو الأعم ما هو الأغلب الأمان أرزق أهل من الثمرات جاءت الثمرات الآن من أنحاء العالم الفواكه واللحوم والخضروات والمصنوعات والملبوسات إلى مكة إلى مكة إلى مكة وأشياء يأتي بها الحجاج غير الحجاج والتجار قال واجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم ماذا يحدث الآن هذه الأيام أفئذة تهوي تهوي مئات الآلاف مئات الآلاف مئات الآلاف شوف دعوات الخليل ابعث فيهم رسولا بعث محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو الله يستجيب إبراهيم يدعو الله يستجيب